موسيقى 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 ندخل في الموضوع آية النصح التاسع يقول أن هناك ميدتين ميدة مقدسة وميدة العالم أنت الحر تختار الميدة التي تريد ما بين الميدتين أعمل آيتين ثلاثة اعتراض يقول إن أجل أحد يحتقر الميدة المقدسة لا تتكلم معه كثيرا لأنه ليس سيفهم ويتعيع وليس سيصيبك غير أن أنت ستشبع منه سيكرارك الذي لا تقدر قيمة وخطصية هذه الميدة المقدسة لا تتكلم معه آية اعتراضية ما بين الميدتين وهو يبدأ الكلام يقول الحكمة بنت بيتها نحن اتفقنا في سفر الأمثال أنه كلمة الحكمة تشيلها في أي وقت وضع المسيح الحكمة هي أخنوم المسيح فلو قلت المسيح بنا بيته يبقى كلنا هل يفهم النسيح أسس كنيسته والمسيح أسس كنيسته أمت أمت أسس كنيست تلعات الجديد لما تجسد لما تجسد في هيكله جسده وقال لهم هدى الهيكل وبعد ذلك قال لهم أنتم هلك الجسد أنتم الحجرة الحية التي هتبني الهيكل أنتم جسد المسيح فبقين نحن الهيكل فالمسيح أسس كنيسته ولحظة أنه كان في العهد القديم ربنا كان الهيكل وقال لهم ويبيعوا ويشتروا ويهدوا لهم الهيكل لهم بيتي بيت الصلاة الوضعة وإذا بيتكم يترك لكم سأقوم بيتي بيتي سأقوم بيتي وهو بيت الكنيسة الجديدة تلعات الجديدة المسيح في الأول كان مشتاء أن يسكن فينا ففي الأول عمل خيمة اجتماعه لكي يجتمع مع شعب وبعد ذلك قال لهم نعمل أحسن نعمل هيكل وبعد ذلك قال لهم أحسن وأحسن أتجسد ولما تجسد سأسس كنيسته فهو بقى أحسن من الأول كانت أول في خيمة اجتماعه الآن بقى المسيح نفسه فينا وراحه فينا رواح القدس فينا فإحنا حجارة حية في هذه الكنيسة يقول لك الكنيسة نحتت أعمدتها السبعة الحكمة بنت بيتها الحكمة نحتت أعمدتها السبعة يعني الكنيسة مؤسسة على سبع أعمد يبقى صموخنا سيروح لأيه؟ هذا سبع أصوار الكنيسة الكنيسة مؤسسة ومحمولة ومتشالة على هذه الأسرار والمقصود بسبع مؤمن القوة والكمال والعمل الكامل يعني الكنيسة الله يعمل بروحه القدوس عمل كامل في الكنيسة عمل كامل في الكنيسة يعني مثلا الروح القدوس يبكتكم ويقويكم ويسبتكم ويرشدكم ويعزيكم يعمل عمل كامل هو الروح القدوس يطبطب عليك ويعزيك ويرشدك وينصحك ويبكتك على الخطيئة يعمل عمل كامل يقول الحكمة المسيح أسس بيتم نحتت أعمداتها السبعة زبحت زبحها الحكمة زبحت يتكلم عنها كأنها شاعر كأنها شخص ليس كأنها صفر الحكمة زبحت يعني المسيح قدم زبيح زبحت زبحها يعني المسيح قدم نفسه زبيح مزجت خمرها أيضا رتبت مائداتها الذي لا يفهم كده يقول أنه نحن على وجهة نتناول هل ترون زبحت زبحها مزجت خمرها رتبت مائداتها يعني تفسير عمل كده يشاور على ميدة التناول مزجت خمرها كان يجب أن الخمر يجب أن يمزجوها مياه بالنسبة ليس للتخفيف ولكن المياه كانت توابل يجب أن تجعلها أحد مزجت خمرها ونحن نمزج الخمر بالمياه فالأباء فسروها قالوا أن الخمر المزج بالمياه لا تغيير مثل الحديد والنار لهوت المسيح لا تحب نسوته بدون امتزاج وتغيير زبحت زبحها المسيح قدم ذاته زبيحة مزجت خمرها أيضا رتبت مائداتها رتبت مائداتها يعني مثل خميس العهد عندما سألوا شايل الجرة قالوا مين؟ قالوا نحن نعد الفصح ويقول في مزجور الرب العالي هيأت مائدة قدام المضايقية الزبيحة معدد هيأت مائدة قديس أسماسيوس تعبير رصيب يقول على زبحة زبحها الحكمة كشخص المسيح كان قدم نفسه زبيحة المسيح يقدر يتدبح لكن الله كان يقدر نفسه زبيحة لم يكن نافع فكان يجب أن يأخذ جسد لكي يتدبح فلما الله هيأ نفسه بالتجسد كزبيحة أم عد نفسه كزبيحة كيف يعد نفسه كزبيحة؟ فكان يجب أن يتجسد لكي يتدبح في صفر صفانيا هناك أيام تقول الرب أعد زبيحة هو عادة الكاهن يعد الزبيحة العيل التي تقدم الزبيحة تعد الزبيحة لكن كيف أن الرب أعد الزبيحة؟ في صفر صفانيا لا تجد أن الله قدم ذاته زبيحة المقصود كل المعنى المسيح أسس كنيسته مؤسسة بعمل الروح القدس الكامل فيها هيا المائدة المقدسة بأنه قدم نفسه زبيحة عليها أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة الحكمة المسيح أرسلت جواريها الجواري هم الملائكة التي تبعثوا على مدى القصور الأنبياء الرسل القدسين والتلاميذ والكهنة حاليا أرسلت جواريها أرسلت جواريها يعني المسيح دائما يبعث رسائله عن طريق ملائكة خدام كهنة أرسلت جواريها هم تعلمون مثلا ابن الشاطر عندما كان فيه جواري ومثلا ادعوين عندما قال لهم روحوا ودعوا الناس هاتوا الناس هاتوا الناس هاتوا الناس الغلابة هاتوا كل الغلابة فالغلابة فرحة الله هيئ الميدة لشعبه المختار وشعبه المختار لم يأتي لدينا الأمم ودخلنا ونأخذ من الميدة أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعلى المدينة من أين المسيح ينادي؟ من المكان عالي لكي يسمع المسيح يوصل لسده لكل إنسان فمن هو جاهل فاليوم الى هنا العرض الذي يقوله الذي جاهل يأتي لكن المقصود بالجاهل الذي ليس متفلسف الذي عطشان بالروح الذي فاهم نفسه أو العريف عكس الناس طلعوا في وقت ملوقاته ومنهم نفس الفكرة انتشرة تخرج منها كل الهلطاقات ناس اسمهم الغنوسيين الغنوسيين قالوا أننا أصحاب المعرفة يجب أن نفهم ومن خلال المعرفة نعرف على الله ومن غير المعرفة لا ستعرف الله المسيح يقول العكس ومن خلال المعرفة تنادي من هو جاهل فاليوم الى هنا والناقص الفهم النقص الفهم يعني البسيط العشان البر الذي يشعر بالاحتياج الذي لا يشعر بالاكتفاء ومن خلال المعرفة ومن خلال المعرفة أنه في سنة الرؤية في سنة الليودوكين يقول له أنت فكر نفسك عارف أنت الشقي والبقيق والبائس والمسكين والفقير والأعمى والعريان وعامل نفسك عارف كل المتفلسفين في الدنيا نفسهم عارفون أنهم ليس مدعوين بالميدة المدعو الميدة البسيط المحتاج الذي يشعر بالعطش الروح أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعاد المدينة والناقص الفهم قالت له هلموا كله طعامي أسهل شيء أسهل منها ونقف نتناول ليس عملية صعبة لكن ممكن نقعد نشرح اللي فاهم فاهم وكل واحد فاهم حتة ومش فاهم حتتين لكن التناول أسهل منه هلوم أكله طعامي والمسيح في يوحنى 6 أثر إذا لم تأكله جسد الإنسان ودمه حتى فيه ناس معجبه ومشيت فرحوا التلميس ميلوا عليه وقالوا له هذا الكلام صعب بالراحة شوية وقالوا له لو لم أعجبكم منكم أيضا أنا مصر أنت تكلوني لما كنت تكلوني لن يكون حياتي هلوموا كله من طعامي واشرقوا من الخمر التي مزجتها؟ الآية اللي جاية جميلة تتركوا الجهلات فتحوا وصيروا في طريق الفهم تتركوا الجهلات دي بالسالب يعني نيجاتف تتركوا الجهلات ابعادوا عن كل الجهلات وصيروا في طريق الفهم كفاياك وبقى تصرفات مالهاج لازمة سمى كل خطايا العالم وشهوات العالم وغرور العالم وكبرياءه ومتعة العالم كلها سمىها جهلات سبكم من الجهلات دي كل ده مش هينفع الواحد لما يموت كل اللي انت مضيع وقتك في ده مش هيبقاله اي معا اتركوا جهلات العالم وصيروا في طريق الفهم فهموا بقى الموضوع على حقيقته الواحد بعد ما يموت كل اللي كان شغله في العالم اكلوا وشربوا وفصح وبيت وقرض وإقامة هو ده اللي شغلنا وعربية كل ده اسمه جهلات اتركوا جهلات العالم وصيروا في طريق الفهم طريق الفهم ده اللي فهموا القدسين وساجوا الدنيا باللي فيها وراحوا في الصحاري وعاشوا حياتهم مش هايزين شوفوا حد لغاية وراحوا السماء هو نفس الطريق الفهم ده اللي قالوا ايه اغراءات العالم دي كلها هموتونا واحنا ناخد الفردوس كل اللي تعرضوا علينا ده جهلات المسيح عد الزبيحة لتكون اكل لأولاده قول احمدك لانك اخفيتها عن الحكماء والفهماء وعلنتها بالبسطة اتركوا الجهلات ممكن تيجب باعنا توبوا من يستحق التناول من يستحق التناول التائب المؤمن طبعا المتعامل بالنور هو من يستحق التناول من يستحق التناول ما أن يستحق الأقل ونحق الناس حتى يتقاط الجهلات ويتموتوا اتركوا الجهلات وثيره بطريق الفهم. من يوبخ مستهزئاً من آيات من سبعة فسعة التي هي الآيات الاعتراضية. دي الأولون الميدى المقدسة. بعد كده هيتكلم من سبعة فسعة في الآيات الاعتراضية. من يوبخ مستهزئاً يكسب لنفسه هواناً. لو بقيت واحد يترع على أنت بتقوله ما تزعلوش سيبك منه. ومن ينظر شريراً يكسب عيد. لا توطبخ مستهزئاً لألا يبغنك. واحد يستهزئ ويستخفى بالكلام. ما تقولوش الكلام ده. لازم نميز اللي بيسأل. اللي عايز يعرف. عايز يعرف. ولا عايز التريق. اذا كان من التريق نضيعش معتمعات. الحكيم هو اللي عايز يسمع لنا. وطبخ حكيماً فيحبك. حكيماً يعني عنده استياقات روحية. عنده مصيرة روحية. نفسه يسمع أكثر. هذا لما تزعق لي وليس عايز منك لأنك عارفت أن أنت عايز ما تضحك. لكن ما توبخش واحد. ما عندهوش فاهم روحي. هتزعق له ليه. سيكرهك بس. الحكيم الحقيقي متواضع فيقبل التوبيخ. وابخ حكيماً يحبك لأنه متواضع. يقتني الحكمة يعني يفيد مسيح فهيكون متواضع. فلما تزعقه وتقوله كده غلط. ليس يكره. بالعكس سيتعلم. إنما ليس متواضع. كيف تقوله كده؟ مع المتواضعين يُعطي حكمة. الحكيم يستقبل. أما الجاهل لا. بدء الحكمة ما خافت الله. أو قعد الحكيماً أوفر حكمة. علم صديقاً فيزداد علماً نفس المعنى. بدء الحكمة ما خافت الرب. دي جات متكررة كثير. متكررة من شوية على متى سفر الأمثال. إن أنت تخاف من ربنا. ده بداية إن أنت تحط نفسك في الطريق الصحيح. وفي شخص يقول لك يعني إحنا ما نخافش ربنا وإحنا بنحب ربنا وربنا. بصوا ربنا بتاع العهد الجديد هو اللي قال ويله لكم. يعني موضع فيه في حالة خوف. وربنا بتاع العهد الجديد المسيح هو اللي تقال عليه وخيفه ان هو الوطان في يد الله. فاكرين اللص اليمين لما نطق بالكلام الحلو على الصديق. كان في الأول يستهزد بالمسيح. ما تنزل متخلصنا. زي وزي اللص اليسار. وبعد في وسط الموقف أدرق. فراح قال له ابتداء يوبخ اللص الشمال. يقول له إيه. أولا تخاف الله. انت بداية الطريق الصحيح. فالواحد يبدأ يخاف الله. يعني يعمل له حساب. يعني يهمه. يرديه. ففي كل موقف تدريب كده اسأل ربنا. اللي بعمل له. اللي بعمل له. اللي بعمل له. اللي بعمل له. طبعا انت عارف انت مش عارس تسأل عشان عارف الرد انها مش هترضي. ينفع هعمل كده. لو ينفع هعمل كده هعمل كده. لو كده مش هرديك بلاش. نسعاد بنائم الحساب الناس زيادة اكتر من ربنا. فده خطأ تاني. ارضاء الناس على حساب ارضاء الله. من هنا الواحد ساعات يجزل مسلا ويقول لك عشان. عشان الناس ما تقولش الناس ايه? الناس مش اهم من الله. ما تزعلش ربنا بتكسر اهم. ارضاء الله اهم. فهو هنا ربطها ايه? ابدء الحكمة المخافة الرب ومعرفة القدوس فه لانه بي تكسر ايامك وتززاد لكا السوء. تكسر ايامك دي كانت في الدعوة في العالم القديم. ان كلهم نفسهم يعيشوا كثير ليلا لهم خايفين يموتوا ويرحوا الجحيمة. زي عقوب لما قال ان هموت ويرح النهوية. انها مش عايزة اموت. كانوا عايزين يعيش كنال وقت من احنا تكسو أي مكان بمفهوم العهد الجديد يجب عليك أبدية سعيدة. لا يزرع الإنسان إياه يحفظ. هل يقول هذا كيف؟ إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. إذا كنت حكيم، كما تقول لك، كما تقول لها لا يريد أن يأكل. تقول له أنه يأكل على درسه لا ينفع لأنه يحفظ. إذا كنت اخترت الطريق الصح وانجذبت الميدة المقدسة وانجذبت الميدة العلم، تقول له أنه لا يكسب شيء بأننا نجيلك وليس يخسر شيء بأننا نجيشي. ساعات واحدة يقولون ربنا أنه ليس جاي الكنيسة. أنه ليس جاي الكنيسة. مين الذي قسراني يعني؟ أنت تهدد مني؟ أنت يا قسراني. أنا ليس جاي لكم الكنيسة ثانية. أنت تتكلم عن نفسك. أنت تدور نفسك. هذا يعمل مثل شخص يقول لك، أنه ليس جايزة لغاية لما أموت. فكروا في المنطب. إذا كنت حكيماً، أنت حكيم لنفسك. وإذا كنت مستهزئ لنفسك، الله لا يزيد ولا غيان أصبيك. كنت مستهزئ لنفسك. مثلاً، أن نأتي تحت الصليب، نجد أن هناك ناس كانت وقفة حكيمة، ونسبة ناس وقفة مستهزئة. ناس عمالة تسرك وتشتم في المسيح لغاية ما مات على الصليب. وناس تانية عمالة تبكي. كنت مستهزئة. فكرة الكهنة والكتبة، كنت مستهزئين. ويمكن أن يكلم إليه من أن أحد ينقرسه، فإنهان الطريقة. والحكماء العدرة ويوحنا الحبيب. وقائد المئة حتى، واللص اليمين، كل دول كانوا حكماء في نفس المشهد. زي من المشهد واحد وفي ناس بتتقبلوا بحكمة وفي ناس بتتقبلوا بجاهد. نفس المشهد ده لصه يمين شافه ولصه يصار شافه. ده فهم كل حاجة والتاني ما فهمش. اذا كنت حكيما حكيما لنفسك وانت كنت جاهل فانت جاهل نفسك. دلوقتي هنقل على الميدة التانية اللي هي ميدة العالم اللي بتقول الناس تعانوا. عامل زي الحقيقة لما قدت لقادة المحووة عارفين لو كانتم من الشمرة دي من السمرة دي هتبقوا زي. فالفكرة عجبتهم هنبقى زي ربنا. آه عشان كده بقى هو كان مناعنا ناكل منها عشان نبقى زي بقى. فكرة كذبة. كذبة. ودخلا بنغراء يديك بواعد كتير. وطبعا لما خشوا ادم المحووة واكلوا. حصل ايه؟ البهدل. هو دايما كل ميدة العالم كده. عارف لو رجيت مثلا عند المخدرات والجنس والمتعة دي هتبقى ساعة واحد. هتعمل دماغ. هتعمل دماغ ايه؟ هتتضمر. وتموت. وابديتك الاهم انها هتضيع. بس الاغراء الاول شكله يعني جميل جدا. لكن بعد شوية الهوير تنتظره. وكل الذين صبقوا المغفرين اللي زي كلمشوا فيه نفس السكة الهلاك دي. قاعدين يستنينك تنظره. وده ده هو بسطة الايهات اللي جاية. بس وقالها زي. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء لا تدري شيئا. المرأة الجاهلة دي مقصود بها باب المرأة الزينية العالم الشرير. مش مقصود بها مرأة مش كمين يعني العالم الشرير. صخابة صفاتها. حمقاء. تكلم كلام فارغ. تعال هنا وانت تنبخل. اي كلام. صخابة بدوشة عالفاضي وازعاب. الصخاب ده من صفات العالم دلوقتي. حفلات ودوشة ومزيكة عالية وهو صفات العالم يعني. عكس الحكمة. كانت بتتكلم في هدوء. كانت بتتكلم كله عقل. تكلم كله حماقة اللي هي المرأة الصخابة. ولا تدري شيئا. فتبعد عند باب بيتها على كنسي في عالي المدينة. لاحظوا دي بتنادي في عالي المدينة والتاني كان بينادي في عالي المدينة برده. يعني زي ما المسيح كان بينادي من كل حتة عشان يوصل لكل حد. العالم برده بيعمل مجهود وداخل في كل اعلاناتهم في كل الميديا عشان يوصل لكل حد برده. لغاية الموبايل في ايده عشان يوصل. يعني برده بيحاول يوصل لك. تنادي عباري السبيل. بتكلم مين? العالم يعرض نفسه على مين? عباري السبيل المقومين طرقهم. واحد ابتدأ يمشي كان ماشي في الخطيئة وابتدأ يتعدل وهيتوب. تناديل وتقول له تعالى هنا. ايه اللي انت هتعمل ده? يضخبة دي. ما انت كنت كويس? شايفين المرأة استخدمت بتتكلم كلام جاهل. واحد هيتوب ويصلح حانه. تقول له تعالى هنا. انت ازاي هتبقى كويس? ده ده مش هتقدر. وبعدين ما روش لازمة. وبعدين عشان ايه? وتعالى وان هبسطك. تعالى بس تجرب دي بقى جديدة. دي اصل انت مجربتهاش. يمكن الحاجات اللي قبل كده لكن فيها حاجة جديدة. طبعا مش تلاقي جديد ولا حاجة. بس كلام فاضي. فبتقول له ايه? تنادي عبير السبيل المقاومين طرقهم. اول ناس بيتحارموا من الشطان. اللي بيحاول يصلح نفسه. اللي كان ماشي غلط وهيبتدي يمشي صح. يبتدي ناتي. يقول له تعالى هنا. ايه اللي انت هتعمله ده? من هو جاهل فاليوم الى هنا. لاحظت ان الدعوة زي نفس الدعوة بتاعت الميتة الثانية. بس الجاهل هنا. ليس الجاهل المسكين بالروح. المسكين بصحيح. المغفى اللي يعدنا معناها كده يعني. من هو جاهل فاليقبل. والناقص الفهم تقول له. المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. تقول له تعالى هنا. هقول لك حاجة. شوية المياه المسروقة. طعمها حلوة قوي. يعني ايه الكلام ده. المسيح لما قعب مع السامرية قال لها ليه يشتغل المياه دي. يعترش في ماذا يشتغل المياه انا. مش هيعترش للأبد. فالمياه عموما رمز لكل حاجة بتدي متعة. المتعة المسروقة حلوة. ده يقول لك ايه? الحرام تعمه حلو. فلوس مسروقة ومش من حقك لما تعصر لها خطة كده وتخد لك مبلغ كبير. وانت ما عملتش حاجة. اسهل وحلو. يحاولك لأهمك انها حاجة جميلة. العلاقات خارج الزواج في الزنا طعمها احلى من الزواج. انت متزوج. تبنيه لعلاقات خارج الزواج. مياه مسرقة حلوة. وخبز الخفية لذيذ. العلاقات خارج الزواج طعمها احسن بكثير. فكرة كده غلط. المياه المسرقة حلوة. وخبز الخفية نذيذ. الحرام طعمه حلو. حتى تتعفيف حاجة. ومياه دائما تشاور نوع الحيثة. مياه الدنيا تعبر عن الفلوس المسروقة. الشهوات المسروقة. الكرامة اللي انت بتاخدها وقت. بدلا ما تدي الكرامة ربنا تسرق انت الكرامة. تاخد المجد ليك. وليه ربنا ياخد المجد كله. ما تعمل انت انت القديس والناس كلها تحس بك. ده حاجة حالة بالخدام. كده ربنا يخاف على بعض القديسين انهم يعملوا موجزات لقالة. يسرقوا كرامة ربنا. اذا كان بورس ورسول نفسه. قالوا لا. لا. انا خايف عليكم ان ترتفع من فرط الاعلانات. لا تريد ان تتغرر. ما النظر الامرأة التي يشتهيها؟ كان يشتهي امرأة تقريبه ليه؟. لكي يقول الشيطان المياه المسروقة حلوة وخبض الكوكي لذيذ. وهو لا يعلم مسكين ان الاخيلة هناك. وان في اعماق الهوية ضيوفة. وخدعاتهم هذه المائلة. كلها غش بغش. وانهم اكتذبوا ولم يستفيدوا من الدرس. كنا مرة عادية مع قدسة البابا شهودة. في عام 2002 قريبا. وكان قدامه ومطلق كذلك. كان هناك طبق وفي حاجة تكتذب الدبان بريحته. وكان يلزق في الطبق ويموت. فكان هناك طبق كبير كذلك. والدبان عمال يأتي ويرزق فيه. فالبورفول قالت تتعلقه ام انتي. فعلنا كل واحد يقول حاجة. قال شايفين الخطير؟ الدبان كله شايف الدبان اللي قبله ميت. ويكتذب بريحته ويتكوم زي اللي مات قبله قبل كده. محدش بيستفيد من الدرس. عاملة زي الاية دي. ولا يعلم ان الاخيلة هناك وفيه عماق الهوية ضيوفة. الزبايل اللي جاءت قبل كده ويتحلع زيك قبل كده. اللي انجزت المخدرات والشهوات. وفي الاخر كلهم مشرفين. في نفس الهوية. ساعتها حذرنا الباب شو ده. وقال لقيا دي سنة دي عاملة زي الجواز. حدش بيتعلم. نكتشف كده. الالهنا كل مجد القرم بالأمدامين.